أمسي طيبة للجميع مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا الليقات تنبيه من المستوى الثاني عن أمطار رعدية مرفوقة بحبات من برد بداية من متصف نهر اليوم إلى غاية ليلة اليوم إن شاء الله الحدية عشر ليلا إذن أمطار تفوق الخمسين ميليمتر على كل من أقول خنشلة كذلك سوق هراس باتنا حتى على بسكرة وأيضا تبسة وسوق هراس إذن أخذ الحيطة مطلوبة خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله نسبة رطوبة عالية خلال الصباح على الوجهة الساحلية مع ضباب ليتلاشى فسحة لأجواء مشمسة صحوة لكن على المرتفعة دائما سحب ستنتشر من نوع العالي أقول على الهذاب العليا الوسطى وكذلك الغربية أكثر كثفة سحب بروك كميار عادية ستخص أواخر النهار منطقة الأوريس مرفوقة ببعض القطارة من الأمطار تحت وقع رعود منعزلة على شمال الصحراء كذلك أقصى الجنوب مرتفعة الهوغار والتاسيلي هنا احتمال لبعض القطارات من أمطار أواخر النهار زوابة عملية ستنشط بكثرة على الصحراء الوسطى كذلك مناطق الجنوب الشرقي وأيضا جنوب منطقة الوحاد مقييس خلال هذه الليلة وخصة صباحة الغد ما بين 19 درجة إلى غاية 24 درجة لوجهة الشمالية ننتظر مقييس ما بين 27 إلى 28 درجة لشمال الصحراء كذلك وولاية إليزي 21 درجة على الثامنة راست لكن ترتفع 22 درجة على أقصى الجنوب مما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحر القسوى دائما في ارتفاع المرتفعة الداخلية الغربية لتقارب 43 درجة تحت الظلع على غليزان مع سكر وشلف مقييس ما بين 32 درجة إلى 25 درجة لوجهة السحلية ننتظر 41 درجة على غردية 42 درجة على بشار لكن تقس حرسي خصص الصحراء الوسطى وولاية تندوف مقييس ما بين 46 درجة إلى غاية 47 درجة تحت الظلع للملاحة والصيد البحري لنهار الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر جميل هادئ على وجهة السحلية الشرقية والغربية لكن قليل إطراب على السواحل الوسطى مع رياح معتدلة لن تتعدى 40 كم في الساعة تبقى ضعيفة شرقا وغربا لن تتعدى 30 كم في الساعة درجة حارة مياه البحر تقريبا على طول الشريط الساحلي لن تتعدى 27 درجة مئوية ترجمة نانسي قنقر